موسيقى بعد استساع ظاهرة هجرة اليمنيين ونزوحهم جراء الحرب والأزمة الاقتصادية كيف يتعامل الأطفال وذويهم مع مشاق النزوح وظروف الحرب وصعوبات المهجر ما هو مصير هذا الجيل الواقع بين قسوة الحرب وشتات المهجر موسيقى أهلا بكم ما بين سوء التغذية والتشرد وفقدان الأهل يبرز سؤال كيف يمكن معالجة الآثار النفسية إلى جانب كل هذه الأضرار المادية للأطفال نزوح وتهجير قسري وهجرة إلى ما وراء الحدود واللغة كيف يتعامل الأطفال اليمنيون مع هذه الصعوبات والمعوقات مئة الآلاف من الأطفال ممن تغير ظروفهم الحياتية وغابت معها حقوقهم الدنيا في الحياة والتعلم واللعب ففي الوقت الذي يعجز قرابة 2 مليون طفل في الداخل عن الحصول على فرصة للدراسة والتعليم بصورة مثالية تتسع الدائرة لتشمل الكثير من الأطفال الذين تمكنوا من الهجرة إلى خارج البلاد حيث وقفت الكثير من المعوقات أمام استكمال دراستهم منها القوانين كما في السعودية ومنها اللغة كما في تركيا والبلدان الأوروبية وغيرها ناهيك عن ارتفاع الكلفة المادية للدراسة في بعض البلدان متحمس اللغة التركية كان عندي كان أكثر أصحابي تحمساً فدخلت وانصدمت كانت تعرضت عن صورية كانت ساتذة وطلاب كانوا كلهم عماني بشكل عنصري وأنا مرتحش لبداً وهذا اللي صعب علي هذا التأقلم لأنه كنت متعودة على الإنجليش فقط تتحول تركيش والتأقلم كان صعب ومعاً صعبات الهجرة وبدء حياة جديدة في بلاد الغربة أمر ليس بالسهل لكنها مع الحاجة لتربية الأطفال تزداد صعوبة في تركيا مثلاً ورغم تزايد أعداد اليمنيين المقبلين على الهجرة إليها ما تزال العديد من الأسر اليمنية تعاني من صعوبة توفير بيئة نموذجية جديدة لكافة أفراد العائلة بشكل عام والأطفال وتعليمهم بشكل خاص بسبب اللغة أولاً كأهم عائق ثم مدت أقلمي مع المجتمع ومصاعب الاندماج كنتيجة للمشاعر السلبية المصاحبة للهجرة والانتقال بلدك حرب وانت شخص يتهارب وعلى غلب بشكل غير قانوني ويقول لك رجع بيتك يجابك لدولتك علينا مراد واحد من الأطفال الذين يقول آباؤهم إن المرحلة العمرية لهم وانتقالهم المبكر ساعد في تكيفه وسهل عليه تقوين صداقات جديدة وجعله أكثر حماسة لاستكشاف مجتمعه الجديد كان كل شي جديد عليها المعلم، الأصدقاء، اللغة، أول مرة سافر يعني كان كل شي غريب عن أن صف الثالث فعلنا اختبار عدد تساني يعرفوا مدى ذكاء أنا وقعت بالمركز الأول في الصف، بالمركز الرابع بالمنطقة، بالمركز الـ 19 في تركيا ومثلت مدرستنا مع أصدقائي طبعا في مساوقة الشدرانج والمنغلاء وعني ميدالية ذهبية وميدالية فضية لن يتكيف الأطفال بسهولة في المدارس المحلية التي تدرس بلغة البلد وهنا فإن الأمر قد يتطلب توفير وسائل مساعدة إضافية تحددها ظروف الطفل وأسرته في أكثر الأحيان لما حسنت أنه في صعوبة بالبداية أربعة أشياء ساعتني عشان أتعلم اللغة أول حاجة أنني حبيت اللغة ثاني حاجة أنه أهلي يعني أهلي ما ضغطوا علي ما ضغطوا علي إنه إذا قبت علامة مش حلوة ما لاموني قالوا يعني بالابتحان الثالث قيبي أحسن أهم شيء تتكلمي النقطة الثالثة الدروس الدقوية طبعا المدرسة كل يوم مادة درسين مادة بعد المدرسة رابع حاجة أنه كانت تقيل الأستاذة خاصة أستاذة خاصة تعليمنا القواعد التركية وفي أحيان أخرى تسهيلات تقدمها المدارس نفسها لطلابها الأجانب مثل مدرسة أريج التي توجد بها فصول خاصة للطلاب العرب للدراسة باللغة التركية ولكن بشكل مبسط يتناسب مستوى لغتهم لما تدخلها في تركيا تركز أكثر كيف تصل لهم تركز على لغتك أكثر من الدراسة هذا الطالب ليس فاهمني أنا وصل أني أفهمني أن نكون أصحاب كذا هي أكثر شيء نحن نواصلها لكن في الدراسة نضعف شوية وصلنا إلى الفصل عربي في الدراسة هذا طالب جنبي عربي وأنا عربي فنفهم بعض لكن عندما ندرس الشرح لك نركز للدراسة أكثر لكن عندما ندخل في فصول تركيا نحن نتكلم في اللغة نحن نحن نتكلم في اللغة نظرتي للشعب اختلفت نحن نشوفهم مع هلك عملهم نحن نشوفهم غامضين كما يضحكوا بسرعة ما يبتسموش نحن نشوفهم ليش فلما دخلت المدازة تركية عرفتهم أكثر أنهم محبوبين أنه يأخذوا ضغط بس أنهم يتكلموا معاك يحاوروك عادي أنهم محبوبين جدا في لحظات تجيلي كذا حسنني هلك تعبت أنهك من الدراسة لكن أكثر حافظ أني شجعني أني أكون واصل لما وصل معاك أقابل مع شخص تركي يقول لي ترك مسنن وما تكلم معه تركي طبيعي يقول لي أني عربية هذا الشعور كان يحفزني أني وعندي لغة أكثر ونتقويتها من الدراسة وكان أكثر حافظني وروح للمدرسة عشان أتعلم أكثر لما يشوفني تركي ثاني يقول لي أني أستاذ أنت عربية بدائل أخرى متاحة مثل المدارس اليمنية أو العربية في تركيا أو تلك الدولية التي تدرس باللغة الإنجليزية لكنها بالنسبة للكثير من الأسر صعبة بسبب تكاليفها الباهظة ويراها آخرون غير مجدية حيث تسهم في عزل الأطفال عن المجتمع الجديد ولا تحل مشكلة اندماجهم بل تؤجلها في حين يشدد تربويون على أهمية الدعم النفسي للأسرة أيًا كان خيارها أو ظروفها أهلا بكم مشاهدنا الكرام واسمحوا لي أن أرحب بالأستاذ غزل البغدادي الصحفية وصاحبة مشروع المتني كنز هذا المشروع الذي بدأ بفكرة وتحول إلى نموذج حياة لدى المئات من الآلاف من المتابعين لها مرحبا بك أستاذ غزل أهلا أستاذ غزل أهلا شكرا كثير إليك شكرا أهلا بك إذن بداية غزل يعني أرحب بك ومرة أخرى وقبل الحديث عن محاور الحلقة أود أيضا أن تضعينا في صورة مشروع المتني كنز حتى يتعرف عليها من يتابعك أكيد مشروع المتني كنز هو مشروع موجع لكل أم وأب وكل أسرة تتحدث اللغة العربية بكل أنحاء العالم هو مشروع يهدف إلى تسهيل عمليات التربية وعناية بالطفل من خلال توفير معلومات طبية وصحية ونفسية وتربوية بشكل بسيط بشكل سهل قادرة توصل لكل أم لكل أب بيهدف اليوم أنه حاول تجعل كل أسرة تستمتع بالعناية بالطفل وتجد أن العملية سهلة بسبب أنه صار فيه كم من المعلومات ويجعل الأم والأب جاهزين ويممكن أن أي حدا يتابعني على صفحتي على الفيسبوك علمتني كنز وأيضا على حساب الإنستجرام اللي حاليا موجودين بدأتي من أول ما رزقتي بكنز صحيح كان عمر كنز خمس أشهر طيب لو دخلنا موضوع حلقتنا أستاذة يعني ندرك مدى الصعوبة التي تواجه أي أسرة قررت أن تهاجر صحيح بسبب ظروف الحرب بطبيعة الحالة أو ظروف الاقتصادية أو أي كان السبب كيف ممكن تجاوز يعني أو ما هي أهم الخطوات التي يجب على الأسرة اتخاذية لكي تجنب ابنها أقل الأضرار نفسياً لإشكالية الهجرة برأي بداية برأيي خلينا نشوف نحن دائماً مننظر أن ننزح نحن نلجأ نشوف الزاوية السلبية من الموضوع خلينا نبلش نشوف الزاوية الإيجابية نحن مسافرين لمكان أحسن فلما نحن بنبدأ كأهل نشوف هاي الزاوية طفل أيضاً راح يشوفها بهاي الطريقة آسيا يعني اليوم الطفل ينظر أن نحن رايحين لمكان أسوأ لأنه دائماً نفسية الأم والأب تكون دائماً مثقلة بالهموم وهذا أكيد حقهم لكن خلينا نبدأ نشوف أن نحن نحن نحاول نطلع من ظروف الحرب نروح لمكان آمن وهذا الشيء بحد ذاته إيجابي بالتقرير الصبية قالت نفس النقطة اللي كتبدي أقول قالت أربع شغلات ساعدتني أني اندمج وأتعلم اللغة أول شغلة أني حبيت اللغة لحتى نندمج ممنوع نحكي قدام أطفالنا أي شيء سلبي عن المكان اللي نحن موجودين فيه للأسف نحن نفكر أنه بدنا نساعد أطفالنا لكن بدون قصد منوقف عائق باندماجهم لما دائما نقول أنه لا تعمل هيك بتركيا ممنوع لا بتركيا كمثال طبعا بتركيا الشعب ما هيك يتصرف منبلش نخلق للطفل صورة عن الشعب التركي وعن البلد التركي لا خلي الطفل بفطرته السليمة يتعرف وخليه عن جد لأنه لما تحبي البلد بتحبي كل شي فيها ومن ضمن اللغة والشعب وكل شيء طيب يعني مسألة الاندماج في المجتمعات الجديدة يمكن الأطفال ربما يكونوا هم الأقل بحكم أنه بيكتسبوا اللغة بشكل أسرح لكن في عوائق أصلا بتصيب الأسرة بسبب حاجز اللغة سواء كانت اللغة التركية أو اللغة الإنجليزية إذا ما اضطروا لدول الأوروبية فمثل هذا الحاجز حاجز الاندماج كيف ممكن تجاوزه بالنسبة للأسرة حتى يصبح الأمر طبيعي ويشاهد الطفل في الأمر عادي ويصبح أيضا للطفل هو في حاجز نحن من نقرر نكسره بلحظة لأنه ممكن أنا في عن جد بكرة أي شخص يصحى الصبح يقرر أنه يكسر ويندماج بالشعب الشرط الأول والأساسي للاندماج هو اللغة اليوم أنا لا أستطيع أنا إلي تقريبا شهر موضوع بإسطنبول وعن جد كل الوقت عم فكر بالأشخاص اللي عايشين ومقيمين بإسطنبول لكن ليس ما عندهم قدرة على التكلم باللغة التركية صعب صعب جدا فاليوم قد أتعلم بس مرحبا وكيفك ودق على جارتي التركية اخلق علاقة اليوم الشعب هو اللي قادر يدمجنا ما فيني ضل مدموجة وأعدمة حالي لازم بادر تقريبا بصحة مضيافة ممكن ممكن بهدية بمناسبة معينة قد تكون دينية أو وطنية بس اخلق حالة من العلاقة بيني وبين هذا الشعب لأنه أيضا ما حادر تعلم اللغة كما حكيتها نحن دائما منروح على دورات التقوية دورات التقوية الحالة ما بتقدم أي شيء لازم يكون في ممارسة وهي الممارسة ما بتتم بدون الشعب التركي فنحن مضطرين اليوم وهو شيء حلو أصلا نتعرف على ثقافات أخرى نتعرف عليهم نقرب منهم وهن أيضا ياخدوا صورة حلوة عننا كلاجئين أو كمهاجرين في بلادهم طيب أستاذ غزل يعني الضغط الأكبر عادة ما يكون على الأم هي الأقرب للطفل هي الأكثر جلوس مع هذا الطفل الأب المهاجر إذا ما يعني بيخرج للعمل بيخرج يبحث عن مصدر رزق فبالتالي الأم هي اللي بتواجه كل الضغوط النفسي اللي ممكن تواجه الطفل عوضا عن أنها يعني أغلب من تعرفت عليهم نفسيا بتكون سيئة الغاية أنا تركت أمي أنا تركت خواتي أنا تركت بلدي أنا تركت وضع البلد أيضا الغير مطمئن تحت القص وكذا فكيف ممكن أن الأم يعني تعالج نفسها وتعالج ابنها في نفس الوقت لما بتعالج نفسها بيكون معالجة الطفل بتجي تلقائية بتصير تلقائية بهاي نقطة مثل ما سبق ولت تكسر الحاجز نحنا غالبا نخلق مجتمعات صغيرة لأوطاننا بأوطان المهجر فمن نتعرف عن مجتمعات دائما بتلاقي هذا شارع السوريين هذا شارع اليمن هؤون مكان كل يمنين بسكنوا أخرية نسكن معهم لا اليوم نحنا خني نسكن بأماكن الأتراث لنقرب منهم كتير شجعت الأمهات أنه يبدأوا يتعرفوا على أصدقاء وأطفالهم بالمدرسة ينزلوا على دورات التقوية لكن يتعرفوا أيضا على الأنسة أو على الجارة أو كمان اليوم كتير مهم لأم أن تشوف البلد بزاوية المحب وبعين متل ما بقولوا عين الرضا عن كل عيب كليل فسبحان الله لما منشوف الشيء بعين الرضا كمان نحنا نقدر نحب تركيا ونقدر نحب شعب تركي الشعب التركي فاليوم الخطوة الأولى اللغة الخطوة الثانية النظر بطريقة إيجابية لهذه البلد الموجودة ودائما نحنا مناكو الهم الطفل الطفل هو أسهل شخص ممكن أنه يندمج ودائما كلما صغير عمره أكثر كلما كان اندمجه أسرع عقل الطفل العمر السبع سنوات يسمى بالعقل الماص وبيطلقوا على الطفل بعلوم التربية الطفل العبقري فالطفل كتير سريع يتعلم اللغة يندمج يصير عنده أصدقاء لكن تبقى الأم بعزلتها لوحدة فاليوم لا لأنه الطفل حياخذ قدوة لما يشوفها هي حابة شعب وعم تتعرف عليه واواوا فهذا كل ماله رح يخلينا يعني خلي الأم والطفل يتعرفوا أكثر وينبسطوا أكثر كمانا إذن يعني إلى جنب صعوبات الحياة في المهجر أيضا هناك صعوبات تواجه النازحين في داخل البلد من تركوا بيوتهم ومدنهم التي اعتادوا على يدعينا يعني نشاهد هذا الاستطلاع الذي أخذنا لبعض منهم في النزوح وكان يمشي يسافروا بالفجر عند خطام وحصلنا قضية فجاءة من حافة طرح جنبه قطع الرأس من هنا احنا كنا في ليبيا تجل حاثة وقالوا يلا ننزحوا وحنا خرجنا بالنسجار وشاردنا وجعجعنا بالنسجار وموعقنا بالرصاش بالأسار دين احنا من البيوت دخلنا السجار واختبانا لما خرجوا روحنا الرئيس حاضر خلال عمالنا الميداني مع الأطفال الذين تأثروا وكانوا قريب من الحرب أو ضحايا الحرب أو طرف في الحرب سواء نسمع الانفجارات أو الصواريخ أو الضرب أو اطلاق النار أو الذعر الذي يحدث للأهالي هناك حالات اكتئاب وهناك حالة عدوانية في نفوس الكثير من الأطفال نتيجة لهذا وإيضا هناك حالات وصلت إلى حالة التبلد اللاذهني في بعض الأطفال نتيجة تأثرهم بالحرب وفقدان الأهل والأحباب وفقدان الزملاء وفقدان بعض أطرافهم في أجسامهم هذا خلق نوع من الاكتئاب النفسي وخلق أيضا عدوانية لدى الأطفال وهناك أيضا حب عنف جموح العنف خاصة عندما هناك تسمع من وقت إلى آخر مقاطع أو شيئات تمجد العنف وتدعو إلى العنف هذا خلق في نفسية الطفل حب العدوان وحب من هذا الناحية إذن اكتئاب لنلاحظ أن سلوك الطفل عندما يكبر يصبح أكثر عدوانية يعتبر المجتمع هذا عدو لهب نعم إذن نعود إليكم من جديد أستاذ غزل يعني لاحظت مجموعة من الأطفال وأيضا مشرف تربوي تقريبا أو نفسي يتحدث عن كثير من التشوه النفسي لدى أطفال عانوا من الحرب بعضهم فقد أطرافه فقد منزله فقد بعض من أسرة يعني إما الأم أو الأب أو إخوته كيف يمكن احتواء مثل هؤلاء الأطفال سواء من قبل الأسرة التي نزحت معها أو من قبل المنظمات المجتمع المدني من يحاولون مساعدتهم بداية الخطوة الأولى اللي أدعو فيها أي أسرة طلعت من الحرب سواء كانت متأثرة بالحرب نفسيا أو جسديا من بعيد أو من قريب فورا توجه إلى معالج نفسي بالبلد اللي هنين موجودين فيها سواء تركيا السعودية أو أي دولة التوجه إلى معالج نفسي هذا لا يعني أننا مرضى نفسيين نحن دائما لدينا رفض عربي للتوجه إلى المعالج نفسي لا اليوم كلنا بحاجة إلى معالج نفسي وأنا شخصيا توجهت إلى معالج نفسي لما انتقلت على بريطانيا هذا لا يعني مع أني أنا قد لا أكون تأثرت بالحرب بشكل قريب لكن نحن طلعنا من بلد حرب فهذا مؤثر بنفسيتنا بخالق تشوه معين فكتير مهم الأم الأب والأطفال يشوفوا معالج نفسي اليوم المعالج نفسي قادر يعطيهم خطوات تطبيق عملية لحتى يقدروا يتجاوزوا المرحلة لأنه إذا ما جاوزنا للأسف الماضي ما رح نقدر نعيش المستقبل بطريقة صح لكن الخطوة الأولى اللي بقدروا كمان الخطوة الثانية اللي بقدروا الأم والأبي عملوها هي إشعار الطفل بالأمن والأمان يعني نحن اليوم ماما بدولة آمنة نحن ما بقى في قصف نحن ما عد نسمع صوت الصاروخ نحن ماما موجودين هون بيتنا آمن المحيط آمن تخلق شوية شعور عند الطفل وماما نحن اليوم ما عد في خوف أحيانا لكن أستاذ غزل يكون النزوح داخل البلد التي ما زالت تعاني يعني مثلا تم قصف هذه الحارة ينتقلوا فقط إلى الحارة المجاورة أو مدينة مجاورة وبعض الأسر الأسف شديد يعني ما زالت تقطن المدارس يعني تخلى بعض المدارس يعني أنا أجد هم هؤلاء الأكثر صعوبة يعني الأسرة كيف عليه أن تتحمل كل ذلك يعني أنا في وضع لا يسمح أن أوفر اللقمة يعني الطبيعة لهذا الطفل كيف يمكن أن أحتضن طفل يعني ما زال يعيش في بلد حرب أصلا صراحة صعب صعب والجواب على هذا السؤال كمان كتير صعب لكن بتخيل اليوم هاي مسئولية المنظمات ومسئولية كبيرة مسئولية مجتمع اليوم ما بتقدر الأم للأسف تقدم شي لكن اليوم بقدر بس هيك طمين الأم اللي موجودة بهذه الظروف أنه الطفل قادر يتأقلم بطريقة أسرع مننا يعني سواء كانت قاتنة بخيمة أو بمدرسة الطفل ما بيشوفه بشعة متل ما نحنا منشوفه لأنه بالنسبة له مكان عم يلعب عم ينام عم يشوف أمه وأبو خلص لكن نحن اللي منفكر بتفاصيل أكبر فاليوم ما يقرهم الأطفال لأنه الأطفال مناح طالما فيه نوعا ما مكان آمن مهما كان هذا المكان سواء كان خيمة أو أي شيء لكن عن جد لازم لازم المنظمات لازم المجتمع يشتغل بطريقة أكبر على الاهتمام بالأشخاص اللي نازحين داخل دول الحرب إذن لو عدنا الموضوع أيضا مسألة الاندماج أستاذ غزل يعني هناك بعض الدول يعني يواجه فيها الطفل بعنصرية سواء بسبب اللغة أو بسبب عدد الأطفال أو عدد النازحين في ذلك البلد أو لعدة أسباب أخرى ربما نفسيا الطفل يود منكسر إلى عند والدته وأنا يعني ربما بالأمس صدفة يعني صديقاتي يتحدثوا وأن واحدة من بنتها بتعود لونها أسمر مختلف عنهم بقية الأطفال ولا تصاحبوها لا تكلموها هي مش مننا شو كيف لونها البنت بتقول أنا ما حدش صديق لي بالعكس تماما صديقة الأخرى ردت أنا العكس بنتها بيضة وفي الشرق آسيا يعني مختلف شكلها فلإنها أيضا مختلفة عنهم يعني أبعدوها كيف ممكن تواجه الأم مثل هذا موضوع كتير مهم وسمحي لي طول بالجواب في عدة أطراف لازم يشتغلوا بموضوع التنمر اللي هو العنصرية أو التنمر الطرف الأول هو طرف المدرسة أو الإدارة في طرف الأهل وفي طرف الطفل اليوم الأهل اللي رجع طفل متعرض لتنمر لازم يشتغلوا على شقي الشق الأول هو تعزيز ثقته بنفسه لهذا الطفل اليوم الاختلاف معيب أن سواء أبيض أو أسمر طويل أو أصير تركي يمني سعودي سوري هذا معيب نعزز عند الطفل حتى هويته الوطنية ماما إذا أنت تعرضت لموقف عنصري لأنك يمني هذا لا يعني أنه اليمني شخص صيء لأنه نحن يمنيين نحن منفتخر بأنفسنا وبحالنا نعلم الطفل اللغة التركية لأنه بدون اللغة ما نقادر حتى يدافع عن نفسه ما حيفهم هنه نشو عم يحكوا فهذا حيجعل موقفه أضعف نقطة كمان كتير مهمة نعلم عن تركيا يعني عن الدولة اللي هو موجود فيها أحيانا أستاذة يعني ليس فقط في تركيا حيانا في دول عارفة صحيح لكن عم باطي تركيا كميثان نعلم عن تاريخ البلد عن جغرافية البلد عن الشعب لما الطفل بيعرف بحث حاله أقوى وممكن أنه حتى هنين يشوفوا كتير أو بيعرف كتير أشياء بالصف لما يرفع إيده عدة مرات ليجاوب عن معلومات عامة هذا الشي حيخلق عند أصدقائه وعنده ثقة بالنفس أكبر فكتير مهم أولا نشتغل على هاي القصص قبل ما الطفل يتعرض لتنمر يعني يكون عاملين مثل مجهزين الطفل لأي موقف عنصري النقطة الثانية اللي لازم الأهل يشتغل عليها هي تصرف مع إدارة المدرسة اليوم الطفل لن يكسب ثقة أهله إذا ما دافعوا عنه بأي تصرف نحنا للأسف نقول إنه نحنا هذا دولة غريبة ما رح نعمل شي أنا ما بحكي اللغة يا غريبون قديب وما إلى ذلك من القصص هذا ضعف اليوم هذا ضعف على كل يعني ضعف مرفوض بكل الأصعيدة فاليوم ما بتعرفي تحكي اللغة خدي معك مترجم وروحي على إدارة المدرسة اليوم طفلي تعرض لموقف عنصري اطلبي من الأهل كوني مبادرة إنه هل ممكن نحنا نعمل مثل كلمة صغيرة إنه يقول الطفل بالباحة أو بالفرصة عن الدولة سواء كانت في يمن أو سوريا وما تتعرض له اليوم الجاهل ما بيقدر يحس بالشخص فاليوم هدول الطلاب هدول قد يكونوا جاهلين بالقضية قد يكونوا جاهلين بالقضية اليمنية أو بالسورية فمهمة كثير نحنا نعرفون نعمل مثل معرض صغير نحط في صور من آثار الحرب ونخلق عندهم معلومات عن البلد فبالتالي قد يتعاطفوا معنا قد يرحمونا قد يتعلموا أنه لا نحنا ما نجعين لهن ترفوه ولا السياحة نحنا نجعين لأنه نحنا محتاجين فكمان هاي نقطة كثير مهمة إدارة المدرسة ما قدرت تعمل شي أنا بتوجه للشرطة قد يقولوا الأهل أنه الشرطة ما بتعمل شي الشرطة لما بيجي عدة شكاوي هتعمل شي فنحنا المفروض ما نسكوت لأنه سكوتنا سيسبب التنمر لأطفال آخرين فلا التكرار الشكاوي قد يخلي الشرطة تتصرف خاصة إذا كانت من مدرسة واحدة أو من حي واحد أو أوه فكثير مهم أنه نحنا ومهم كمان أنه نحنا نشتغل على الشقة الآخر أسفة أنا طوالت لأن الموضوع كثير مهم أنه نعلم أطفالنا احترام الاختلاف لأنه نحنا بدون ما نقصد أحوات نحنا 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 نوجودين عنها بطريقة كثير سيئة أو لما نجي بدنا نعزز عن طفلنا مثلا هويته الوطنية أو هويته الدينية تمام ماما نحنا الله يحبنا أكثر لا نحنا أفضل نحنا اليمن لا هو هذا الغلط ما نخلق مقارنة لأنه هيك نحنا كمان طفلنا قد يعمل تصرف عنصري فنحنا كثير مهم نتعلم احترام الاختلاف نحنا شخص أسمر شخص أبيض يمني سوري كل ياتنا اليوم سواسي وكلنا إنسان إذا اسمحي لنا أستاذة غزل وأيضا أستاذ المشاهدين أن تنضم عبر الأقمار الإصطناعية الدكتورة شفيقة نعمان أخصائيا نفسية كليكنيكية وخبيرة في مجال العنف القائم على النوع الاجتماعي مرحبا بك أستاذة دكتورة شفيقة سهلا أسعر الله مساءكم مساءك الله بالكل خير دعيني أن أقولك من آخر ما توقفت مع الأستاذة غزل وهي تحدثت عن موضوع التنمر الذي يصيب بعض الأطفال وكان لدينا استطلاع قبل قليل يتحدث عن نزوع عنف نوعا ما لدى أطفال النزوح كيف يمكن تفسير هذا الأمر ومعالجته بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بالنسبة لظاهرة العنف التي تبدو واضحة بالنسبة لأطفال النازحين هي ليست غريبة ولا بحاجة إلى تفسير أكثر ما هو مبين من عنوانه يعني الأسباب الرئيسية التي أدت إلى هذا العنف هو القو والمناخ العنيف الذي عاشه هذا الطفل من انفجارات ويشاهد تدمر منازلهم ووفيات وأحداث وقثة تلقى هنا وهناك فبالتالي يؤثر على هذا الطفل وهذه تعد صدمة كبيرة بالنسبة له فبالتالي تشخص هذه الحالة بحالة الصدمة اضطرابات ما بعد الصدمة الحالة نفسها تسمى باضطرابات ما بعد الصدمة أي صدمة الحرب فتكون مصاحبة لهم هذه العراض كاملة منها تأتيهم أثناء النوم فيحلمون في الكوابيس والأحلام المزعجة اضطراب في النوم عدم الارتياح والاستمتاع في الحياة الخوف التوتر الشديد العنف الذي في تصرفاته وسلوكياته بحيث يكون بشكل عدواني مع من يحيطه في البيئة التي يعيش فيها نعم إذن هناك تساؤل دائما ما يطرح الدكتورة ونأمل الإجابة عليه منكم وهو كيف نساعد الأطفال في ظروف الحرب في بلد ما زال يعاني من ويلات هذه الحرب طبعا هناك آليات محددة في كيفية أولا التعامل مع هذا الطفل الذي تعرض لصدمة الحرب أو الكوارث الطبيعية أو حتى أساليب التربية الخاطئة المصاحبة للعنف الآليات تكمن في وجود النموذج الأمثل الأفضل في الأسرة الابتعاد تماما على العصبية والانفعالات يجب أن لا تمارس عليه السلوكيات كلها ممزوقة بالانفعالات والعصبية والتوتر الشديد أو الغضب أيضا تعليم وتدريب الطفل على حل مشاكله بهدوء شديد وأن يحاول أن نعلمه وندربه أن يتقنب الأشياء التي تستفزه أو تثير هدوءه واستقراره النفسي مثل المشاهدات الأفلام أو المواضيع المتعلقة فيها العنف ناهيك عن العنف الذي يخيطه في الأسرة قد يكون في البيت قد يكون ناتج عن آثار الحرب الذي شاهدها من ضمن الآليات أيضا أنه تدريبه على النوم بشكل مباكر عدم مساعدته على التذكر للمواقف المؤلمة أيضا خلق بيئة آمنة ومكان آمن بحيث أن نساعده على استعادة استقراره النفسي وأمانه النفسي والبعد عن الألم والشعور بالإحباط وانخفاض ذاته وعدم القدرة على إنقاذ بعض مهام معين مثلا مثلا الذهاب إلى المدرسة قد يظهر لديه سلوك بالرفض أنه يرفض يذهب إلى المدرسة بالتالي يصاب بانخفاض في مستوى التحصيل العلمي كل هذه العوامل التي تفضل نعم كنت أؤد أن أسألك هل هناك مراكز متخصصة لمساعدة الأهالي وكذلك الأطفال يعني ونحن نتحدث في عدنة التي تعد نوعا ما محررة يعني لم تعطيش ما عاشته من قبل بالنسبة للمراكز سقدر عديد المراكز لدينا فمثلا على سبيل المثال اليوم كنت قاعدة مع حوالي 30 طفل دون 18 سنة من 12 إلى 17 سنة 16 سنة 30 شاب معنف يعاني من أثار الحرب أثار نفسية منهم من يعاني من حالة قلق والأعراض واضحة كاملة متكاملة لهذا البعض منهم والبعض الآخر يعاني من الاكتئاب النفسي أيضا بعضهم من تعرضوا للتحرش الجنسي وإلى آخره فهذه الحالة نسميها نسميها الترابات ما بعد الصدمة فيظل يتذكر وكأنه شريط صينمائي يمر خلال عينيه فيكون دائما في حالة استثارة في إفراط في الاستثارة واليقظة أما ناهيك عن صاحب القلق فتجدوا أنه كثير التفكير هذا التفكير يعيقه أثناء النوم فلا يستطيع أن يوقف التفكير وليستطيع أن ينام بارتياح تام أيضا يصاحبه انخفاض في الشهية انخفاض في الطاقة والنشاط يصاب بخمول وكسل كذلك هذا بالنسبة لصاحب القلق أيضا الذي يعانون من القلق تجدهم يعانون من آلام أسفل الظهر والمفاصل وفي القداء في الغليل نعم أعراض قسدية تحول أي أعراض قسدية هي في الأساس نفسية ولكنها تتحول بشكل ترقائي لا شعوري إلى تؤثر على أعضاء القسدية فهي تدخل في تشخيص سايكو سوماتيك اللي هي الجانب النفسي العضوي نعم فبالنسبة لبعض الأطفال اللي شوفتهم سأعود إليكي الدكتورة ولكن أستاذة غزل تحدثت الدكتورة فيما سبق عن التربية الخاطئة وأود أن نقشك في هذا الموضوع عادة ما يظن الكثير أن الحديث عن التربية الصحيحة في ظل الحرب ترف لا داعي له وبعضهم من يرى أنه مكلف ماديا وليس وقته أنا لا أستطيع الآن أن أتبع خطوات التربية الصحيحة هل تتفقي مع ذلك؟ لا التربية إذا كان الترف ببعض الأحوال فهي بوقت الحرب ضرورة لأنه اليوم نحنا أملنا بهو بالجيل اللي موجود هلأ أنه يعيش في حياة سليمة ويكون هو أصلا سليم فاليوم التربية هي ضرورة هي مانا أمر خياري واليوم نحنا مرتبطة عنا التربية بالمادة وما عم يعني ما بعرفشو هو سبب ربط التربية بالمصاري أو بالنقود أو باللي هو التربية هي موضوع من الأم والأب ما نحتاجين أي شيء آخر لا أنشطة ولا مواد مادية ولا صرف مقود تربية بس أنه نحترم الطفل نحب الطفل نأمن للطفل حضن دافي وهو أمو أبو بغض النظر عن ويلات الحرب والظروف السيئة اللي عم يعيشها نخلق عند الطفل شعور بالأمان أنه أنا عندي ماما بحكي لأي شيء حكيت الدكتورية عن تحرش جنسي وعن في نقطة كثير مهمة بدي أقول لأنه نحنا غالبا منقول أنه لما الطفل بيتعرض لموقف خلص لا تحكوا أدامه بالموقف تركوه ينسى لا لما الطفل ما بنحكي حيفكر بينه وبين نفسه خلي الطفل يحكي يحكي عن أي شيء يتعرض له سواء كان تحرش جنسي أو قصف أو مرض أو بتر جزء من أجزاء جسده خليه يحكي يعبر بالرسم بالموسيقى بالحديث ممكن بالرقص بأي نشاط هو بيحب يعبر فيه لكن مهم كثير أنه نكسر حاجز الصمت عند الطفل لأن الصمت هو لحاله مشكلة فوق المشكلة الموجودة فمهم كثير أنه نخلي الطفل يأمن أنه عنده حضن دافي يحكي له يسمعه من دون ما يأمه من دون ما يعاقبه فلا التربية مانا مكلفة أي شخص بخيمة بأصر بمكان نازح بأي مكان هو قادر أنه يخلق من طفله طفل سليم نفسياً رغم كل ظروف المحيطة في نقطة كمان بس بدي أضيفة أنه مهم كثير سواء كان الطفل داخل المكان الحرب أو خارجه ما نحكي بالسياسة أو بالأخبار أمام الطفل نحن كثير من نغلط أنه بيكون هنا نعدي بمكان القصف فبيكون كل الوقت موجود على الأخبار طبعاً حق الأهل ما بينلامه لكن الطفل غير مضطر أبداً لا يعرف بالخطر المحيط اليوم هو ممكن يحس لكن ما في داعي يضل عم يشوف خاصة إذا طلع منك عن الحرب خلي الطفل ينقطع عن السياسة وعن الأخبار وعن المشاهد البشعة أيضاً ذكرت الدكتورة بعض الحالات التي تعاني من أعراض جسدية الكثير من الأهل ربما كما تفضلتين لعدم الذهاب للمعالج النفسي لا يعي تماماً أن الطفل هذا بيعاني جسدياً بسبب نفسي كيف ممكن التنبه لهذه مثل ما ذكرت الدكتورة الطرابات مع بعض الصدمة غالباً بيكون أثارها جسدي يعني أوقات الآن بتقول أنه طفل يتبول لا إرادياً بالليل إنه شو الحل شو ساوي شو أعمل روحاً دكتورة هو تبول لا إرادي أسبابه قد تكون أغلب أسبابه نفسية فاليوم لازم نحن لما نكون طالعين من الحرب مثل ما نذهب عن معالج نفسي قبل الدكتورة الجسدي لأنه غالباً أساسات دائماً بتكون مص الأصبع مثلاً هو واحد من التأثر بعد الاضطرابات بعض الصدمة مثل ما ذكرت الدكتورة خوف من الذهاب من المدرسة نحن فوراً نقول إنه خايف الطفل يندمج أو لا طفل لا هو الطفل هذا كل يعته من ما بعض الصدمة فالمعالج النفسي هو الخيار الأمثل دائماً إذن أعود لكي دكتورة شفيقة دكتورة يعني ماذا عن النازحين ومنساء الظروفهم أيضاً بالانتقال كيف ممكن يعني مساعدتهم وبناء علاقة وثيقة مع المتغيرات الجديدة من أجل تجاوز أثار النزوح طبعاً أهم المساعدة له ضرورية وأساسية بالنسبة للنازح وخصوصاً للأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة نحن لازم نركز على الاحتياجات الأساسية اللي هي الاحتياجات البيولوجية المأكل والشرب المياه الصحية وتكويل له وتوفير له الاحتياجات الأساسية اللي لا تقل أهمية المأوى بالتالي لو تدرجنا بالتدريج من الطعام والشراب والمأوى تأتي الدور الأكثر أهمية أيضاً تكوين علاقات اجتماعية بعداً عن الإضطرابات والكوارث والصراعات الحرب والنزاع المسلح وإلى آخره تكوين علاقات دي تؤمن له استقرار نوعاً ما نفسي اجتماعي وصحي بالإضافة إلى الاهتمام فيه من الناحية الصحية يعني بنلاقي أنه كثير من الأطفال يعانوا من القوانب النفسية التي تحكس على الجانب العضوين أهم شيء تأتي مرحلة أخرى قبل الأخيرة تكوين الذات تكوين الذات ثم تحقيق ذاته تكوين الذات يعني كيف يحب يكون في المستقبل بعض الأطفال يقول أنا بحب أكون مثلاً طيار الآخر يقول أنا بحب أكون دكتور واحد مهندس فذات تكوين الذات ما يقلش أهمية لأنه لازم إحنا نعزز الثقة فيه ونؤمن له المعيشة والبيئة السوية والمربي السوي أيضاً والتعامل السوي والهدوء بعيداً عن الغضب والعنف والقمع أيضاً ونعزز كل السماء الصفات والميزات الإيجابية في شخصيته حتى يستطيع فيما بعد أن يحقق وينجز ما يطمح إليه اللي هي تحقيق الذات نعم إذن دكتورة أيضاً تحدثت عن لقائك ربما ببعض الأطفال الذين هم بحاجة إلى مجالسة نفسية ولكن سؤالي هل هناك أيضاً مراكز متوفرة للأهالي للأسر لتوجيهم كيف يمكن التعامل مع هؤلاء الأطفال الخارجين من الحرب لأسس التربية الصحيحة كما تفضلت هل يوجد توجه برعاية مثل هذه المشاريع؟ توقع الكثير والعديد من المراكز وزي ما ذكرت في السلفان كنت اليوم قاعدة في أحد المراكز في عدن فقلست قلسة جماعية نفسية لثلاثين طالب أو طفل فبعد كده انفردت بقلسات فردية وصلت إلى سبع حالات تقريباً هذا واحد من المراكز ومراكز عدة أيضاً في مراكز تعمل على مثلاً إعادة تأهيل بعض الطلاب اللي تعرضوا أثناء الحرب لبتر الرجل أو إعاقة حركية أو إعاقة حسية في إما أنه يلتحق في مدرسة ومع اهتمام المركز بإعادة تأهيله لغاية أنه تحصل لعملية تكيف هذا بالنسبة للأطفال ولكن ما عن الأهالي يعني الأسر هل هناك أيضاً مراكز تعتني بالأسر لتوجيهها كيف يمكن أن تتعامل مع أطفالها؟ ما هو نفس المراكز ذي طبعاً إحنا لما نحضر المراكز ذي ونعمل معالجات نفسية لهؤلاء الطلاب إحنا بحاجة إلى أن نستدعي أولياء الأمور تكون الأم مثلاً على قيد الحياة نستدعي الأم وندربها في كيفية التعامل مع هذا الطفل في حالة أنه يعاني مثلاً من أزمة نفسية أو توتر شديد أو أصيب بحالة قلق أو اكتئاب زي ما ذكرت فهي تجد صعوبة في التعامل معه أو تجده عدواني أيضاً أو أنه يتبول لا إرادياً أو يتبرز لا إرادياً فنعطيها الآليات والطرق السليمة في أنها كيف تتحكم وتستطيع أن تتعامل مع هذا الطفل أيضاً نعطيها ونعلمها المدلول النفسي لكل سلوك سلبي يصدر من هذا الطفل طبيعي جداً أنه نتواصل مع الأهالي في كل مركز من هؤلاء المراكز على سبيل المثال مثلاً التبول الإرادي كثير وأغلب الأطفال يعاني منه بسبب نفسية فبعض الأمهات تجهل كيف تتعامل معه وتستعمل معه العنف وتصرخ فيه وتعنفه وتقمعه هذه قدارة وهذه كذا وهذه كذا فنحاول أولاً نشرح لها المدلول النفسي أو الأسباب النفسية التي أدت إلى هذه الحالة وبعد كذا نعطيها الطريقة الصحيحة في كيفية التخلص وبالتدريب بعملية تدريبية نفسية حتى يتخلص من التبول إلى إرادي نعم إذن شكراً جزيلاً لك دكتورة شفيقة نعمان الإخصاء النفسية والخبيرة في مجال العنف القائم على النوع الاجتماعي كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من عدن أعود إليك يا أستاذ غزل في الموضوع الذي طرقت الدكتورة وموضوع الأسرة والطفل الجانب التكاملي كما نرى ما مدى أهمية ذلك؟ دائماً حتى بيعلمتني كنز دائماً أقول لما تكون الأم مرتاحة والطفل بيكون مرتاحة كذلك الأب فكثير مهم أنه حتى يكون في مراكز تدعم الأم بغض النظر عن حالة الطفل يعني اليوم تزور الأم المركز لدعمها هي شخصياً بغض النظر عن حالة طفلة أو للحديث عن حالة طفلة مهم كثير أنه ندعم الأم والأب لا يقدروا يكونوا أصلاً بحالة شبه سوية للتعامل مع أطفالهم فاليوم الأسرة هي كل متكامل ما منقدر أنه نجزئها عن بعضها طيب في نقطة مهمة كمان أستاذ غزل يعني هي موضوع بعض الأسر نزحت إلى دول الأسف الشديد سنت قوانين بعدم قبول من الذي يفيد الزائر السعودي على ذكر على سبيل المثال لا يمكن أن يلحق ابنه في المدرسة وكان هناك إشكالية حقيقية بداية يعني حتى ممكن الطفل الذي ملتحق من قبل يمكن أن يدرس أخها الذي أصغر لا يمكن أن يدرس كيف يمكن أن تتعامل أسرة مع هذه الإشكالية بداية مهم كثير نعرف أنه المدرسة مهمة جداً طبعاً لكن ليست كل الحياة يعني ممكن أنه نحن نتجاوز هذه الخطوة وهي العقبة بطرق كثير كثيرة اليوم أول شي الإنترنت عالم مليء جداً بكل المناهج الدراسية بطرق التعليم بأساليب كثير مليء ممكن أنه نستخدم طريقة التعليم المنزلي اللي هي أصلاً اليوم موضة العصر اليوم أغلب الأمهات حتى بالدول اللي موجود فيهم مدارس يقرروا أنه يعملوا تعليم منزلي لأطفالهم فاليوم التعليم المنزلي لأمه ممكن أنه نفس المناهج اللي بتأخذ المدرسة أنه تعلم الأطفاله قد ممكن بطريقتين ما يصير بعد سنة سنة قوانين أو ينتقلوا لبلد آخر جديد وتقدر الطفل يعمل الفحص الأساسي يعني اليوم بالتعليم منزلي فقط الطفل يعمل فقط الامتحان الإعدادي اللي هو تعليم التوجيهي وبعدين الامتحان الثانوي بعدها يدخل الجامعة فكل المراحل بتم تراستها بالبيت فقط يعملها دول الفحصين فمهم كثير أنه ننتقل للتعليم المنزلي بدون ما نوقف عند هذه العقبة ونوقف التعليم وهم أيضا خطوة تانية بنفس التوازي الحياة الاجتماعية للطفل لأنه اليوم المدرسة مو بس مكان للتعلم هي مدرسة اليوم حياة اجتماعية وممكن أنه نعرف الطفل على أطفال قريبين منه أو الحدائق أو مهم جدا كمان أنه الأهل نفسهم اللي متعرضين لنفس القوانين يعملوا تجمعات لأن هذه التجمعات تساند الأم ذاتها التي تتعرض لضغط كثير كبير سبب التعليم المنزلي فعنجد أنا بدعوهم يعملوا مجموعة على الفيسبوك أو يتعرفوا على بعض بطريقة ما ويدعموا بعضهم ويشاركوا بعضهم بأسالي بتجاربهم وقد يعملوا صف مشترك، قد يكون في بيناتهم معلمة، قد يكون في بيناتهم أنسة علوم، أنسة رياضيات فبيقدروا أنهم يعملوا هن شيء المهم كثير أنه دائما نبادر، ما نظل واقفين عن نفكت بالمشكلة طيب ربما من ميزة هذا الجيل أو من حسنة هذا الجيل التكنولوجيا التي أصبحت في متناول الجميع لكن في نفس الوقت هناك أضرار سلبية كيف يمكن الأسر التي مختلف الوضع تكنولوجيا من بلد إلى آخر كيف يمكن التأقل مع هذا الأمر؟ كيف يمكن أيضا أن ننقل هذه الفكرة للطفل؟ مهم جدا أن نركز على دور الأم في هذا الجانب أنا أرأıma التكنولوجيا دائما أيجابية لكن دائما مثل أي شيء بالحياة لو ما بتسيئ استخدامه مثل المصاري حتا المصاري الآن هي شيء أيجابي لكن ومن إذا استخدامه قد تسبب أشياء كثير كبيرة التكنولوجيا شيء كثير إيجابي لكن مهم اليوم التكنولوجيا، تكون قبل أي شيء وقبل التكنولوجيا العلاقة بيني وبين طفله علاقة مبنية على الثقة وعلى الصراحة لما بيكون بيني وبين طفلي صراحة، هو بيأمن لي يعرف أنه أنا مااء حكى لي؟ لا رح بطل حبه ولا رح عاقبه فمهم كثير تكون هاي الثقة متبادلة هاي صراحة موجودة قبل ما يستلم الطفل اي جهاز تكنولوجي وابل ما ينفتح على العالم التكنولوجيا مهم كثير كمان نكون حريصين بانه لما الطفل يستلم الحرية يكون بعمر قادر يميز بين الصح والغلق للأسف بشوف اعمار كثير صغيرة وعم بحكي اعمار صغيرة يعني سنتين ماسك اليوتيوب بحرية تامة واليوم اليوتيوب مليء بالاشياء اللي جاء به لكن ايضا مليء بالاشياء السلبية اللي قد تظهر للطفل فمهم كثير نستخدم التكنولوجيا نحن بداية صح لنكون قدوة امام اطفالنا وبعدها نوجه اطفالنا بطريقة صحيحة ويكون دائما الامر بيدنا لعمر معين نعم اذا دعيني اسمع منك رسالة تعلمتني كنز لكل الامهات اليمنية سواء في الداخل او في الخارج والتي عانت بشكل او باخر من الهار كتير دائما لما بدي اوجه رسالة لأيحد عانا بحس اني خجلانة لانه بحس انه ما ممكن اي حدا يقدر يحس بظروفهم لكن دائما بحاول اقول انه عن جد قلبي معكون وبحاول بيعلمتني كنز انه ادعم اي ام واي حدا عانا وعن جد هيك يحاولوا انه تشوفوا الجانب الايجابي دائما تنظروا لاطفالكم بعين المتعة وعين السعادة لانه هنين عن جد الامل اللي جاية دائما هيك تكون مرتاحة تاخذ الامور ببساطة وان شاء الله يا رب هيك بالايام الجاية كل شي بصير احسن لديك متابعة من اليمن بالتأكد كتير عندي متابعة اليمن لما عرفوا اني طالع على قناة يمنية كتير دعموني وكتير مبسطوا فوجه لهم هيك تحية كل اياتهم كمان شكرا جزيلا لك السيد غزل البغدادي أصحابي وصاحبة مشروع علمتني كنز شكرا تحقق مفيدة وممتعالي شكرا على استضافة الجميلة اهلا بك وشكر لكم ايضا مشاهدنا الكرام لحسن متابعتكم لن ألتقيكم في مساء يمنين جديد كنوا برعاية الله وامنه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة